أهلا بكم أعزائي مرة أخرى بموضوع جديد معكم نورس علي واليوم سنتحدث عن أساسيات تطوير الويب هذا ربما أنت تشاهد هذا كفيديو لكنه فعليا هو مجرد صوت لا يجد صورة وبالتالي حاول أن تسمعني وتتخيل الأشياء التي أقولها لأننا سنتحدث عن أمور تقنية ولا بد أن يكون هناك صورة أو فيديو حتى ترى الأمور لكن أنا اخترت أن نتحدث اليوم فقط بالصوت وأنت تسمع ما أقول تحاول أن تعالجه بعقلك وتتخيل كيف ستكون الأمور وبالتالي اليوم سنعتمد على السمع حتى نتعلم عن أساسيات تطوير الويب الموضوع اليوم هو موضوع عن الأساسيات كما قلت وبالتالي لا يوجد شيء جديد لا يوجد شيء حديث هو فقط عن الأساسيات التي ربما أنت تعرفها أو ربما تريد أن تعرفها وتريد أن تطلع عليها سنعود بموضوعنا لبداية القصة فماذا يعني تطوير الويب؟ ماذا يعني الويب أصلا؟ وما هذه الكلمات المشابهة لهذا المصطلح؟ يعني أنت تسمعها وتقول ما هذا؟ وخصوصا إذا كنت مبتدأ أو جديد على هذا الموضوع على هذا المجال فربما تسأل يعني أنا لا أفهم ماذا يعني تطوير الويب؟ ما هو الويب؟ لنعود للقصة من الأساس نعود لأساس القصة وفي التاريخ الإفادة كما يقولون في التاريخ الإفادة لأن نحن عادة ننسى التاريخ وتاريخ الأمور ولماذا قمنا بالأمور؟ ونضقق على التفاصيل الأمور التي فعليا لا تفيد كثيرا الذي يفيد فعليا هي الصورة الكاملة عندما نرى الأمور بالصورة الكاملة يمكننا أن نتوسع أكثر فيها لأن الصورة الكاملة هي التي تخبرنا فعليا ما الشيء الذي نفعله ولماذا نحن هنا؟ ولماذا بدأنا بالتفكير بهذا؟ ولماذا لدينا هذه المشكلة؟ وكيف قمنا بحلها؟ ولماذا فكرنا بهذا الحل ولم نفكر بحل آخر؟ وهل يمكننا أن نفكر بحل آخر شيء آخر للمشكلة فكل هذه الأسئلة يمكن أن نجيب عليها بقراءة تاريخ الأمور فلنعمل بالقصة للوراء وللقصة للتاريخ فعليا فبداية عندما كان لدينا حواسيب أو أجهزة أو لماذا اكتشفناها بالأصل بغض النظر كان لأهداف سياسية أم أهداف تقنية لكن بالأساس تم استخدام الحواسيب بشكل أساسي في المختبرات لإجراء التجارب أو لإجراء الحسابات الرياضية فالحواسيب كانت يعني تعمل وتعالج الأمور كل حاسوب منفصل يعالج الأمور ثم جاءت الفكرة أن لماذا لا يكون لدينا شبكة من هذه الحواسيب بمعنى آخر ليس حاسوب واحد متصل أيضا هناك حواسيب أخرى يتصلوا يتصلوا مع هذا الحاسوب ويتم مشاركة المعلومات فيما بينها وهنا جاءت فكرة الشبكة التي توسعت فيما بعد لتصبح الإنترنت إذن ما الذي حدث فعليا بعد ذلك؟ الذي حدث تقريبا في سنة ألف وفي بداية التسعينات يعني في الواحد والتسعين أو في التسعين كانت هناك بعض الاختبارات والتجارب العلمية التي تحدث والعلماء أرادوا أن يشاركوا هذه المعلومات فيما بينهم ويشاركوا نتائج هذه الأبحاث فيما بينهم حتى يصلوا لهذه الاختبارات بشكل أو نتائج الاختبارات نتائج التجارب أو المعلومات بشكل سريع فيما بينهم فكان الموضوع أن يتم إنشاء كمبيوتر معين أو حاسوب معين يكون هو عبارة عن المزود لهذه المعلومات والحواسيب الأخرى يمكنها من خلال الشبكة أن تتصل يمكنك أن تفكر الشبكة الآن هو الإنترنت ويمكنها من خلال الإنترنت أن تتصل مع هذا الحاسوب وترى المعلومات التي يقدمها لكن كان هناك مشكلة فعليا أن كيف سيتم ذلك صحيح أنني استطعت أن أصل هذه الحواسيب بالشبكة أو بالإنترنت لكن كيف يمكن فعليا أن يكون هذا الحاسوب الرئيسي الذي سيزود المعلومات وكيف ستتصل عليه الحواسيب الأخرى فمثلا لو كان لدي ملف مثلا في كلمة مرحبة على حاسوبي وأنا أعتبر حاسوبي هو المزود للمعلومات وهو الرئيسي الذي ستتصل به الحواسيب الأخرى فكيف فعليا الحواسيب الأخرى سترى هذا الملف الموجود على جهازي الذي فيه كلمة مرحبة فكان الاقتراح من أحد العلماء أن يمكن أن ننشأ شيء اسمه متصفح الذي في حالتنا الآن أو في وقتنا الآن الذي أنت تعرف وهو كروم مثلا فايرفوكس بريب هذه المتصفحات أو البراوزر يعني الموجودة حاليا لكن في ذلك الوقت كما قلت لكل شيء قصة لذلك الوقت لم يكن هذا الشيء موجود فاقترح أحد العلماء أن لماذا لا نقوم بإنشاء مثل متصفح معين طبعا أنا أقول متصفح ولم يقل متصفح هو قال يعني وظيفة المتصفح لكن للسؤولة نحن نعرف ما هو المتصفح فنقول متصفح كما قلت في ذلك الوقت لم يكن هناك متصفح كانت هذه فكرة جديدة فقال أحد العلماء أن لماذا لا نقوم بإنشاء شيء مثل المتصفح هذا المتصفح مجرد أن يتصل مع الشبكة يعني مجرد أن يكون لديك إنترنت وتتصل مع الإنترنت فيمكن أن يتصل مع الحاسوب المزود للمعلومات ويقرأ البيانات الموجودة في هذا الحاسوب ويعرضها للشخص فإن أنا أعرف ربما الآن الفكرة غير واضحة والتالي سأكررها الفكرة التي كانت أن لدينا حاسوب معين هو المزود للبيانات الذي فيه ملف مكتوب فيه كلمة مرحبا على سبيل المثال وأنا كلمة مرحبا هذا أو دعونا نغير كلمة مرحبا نقول مثلا أن نقول نتيجة الاختبار كانت إيجابية على سبيل المثال وللتزويد بالمعلومات الأخرى أنقر على الرابط الفلاني مثلا لنفترض أن لدي على جهازي المزود المعلومات هذا الملف الذي يقول نتيجة الاختبار إيجابية للتزويد المعلومات الأخرى أنقر على هذا الرابط فأنا أريد أن يرى العلماء الآخرون أو نعم يرى العلماء الآخرون هذا الملف وأن يطلع على المعلومات ويطلع على نتيجة التجربة فعليا فبكل بساطة هؤلاء العلماء سيتصلون بالشبكة وسيطلبون المعلومات من الحاسوب المزود للمعلومات الذي فيه كلمة الذي فيه نتيجة الاختبار أو ملف نتيجة الاختبار والحاسوب الأخرى ستطلع على هذا الملف طبعا هذا الشيء يبتو بالنسبة لنا شيء عادي جدا موضوع عادي جدا موضوع سهل جدا لكنه ليس عادي جدا وليس سهل جدا في ذلك الوقت لأن بكل بساطة مرة أخرى السؤال كيف ستطلع تلك الحواسيب؟ كيف ستفهم تلك الحواسيب؟ الملف المرسل الذي اسمه نتيجة الاختبار الذي فيه معلومات نتيجة الاختبار الإيجابية أنقر على الرابط كيف ستفهم هذا؟ في ذلك الوقت لم يكن هناك شيء اسمه متصفح فالاختراع في ذلك الوقت في أول التسعينات الاختراع كان أو الاكتشاف كان هو اختراع فعليا هو أن لماذا لا ننشأ متصفح؟ هذا المتصفح يعني دعونا نسميه برنامج في ذلك الوقت كان اسمه ربما برنامج وليس متصفح فإذا هذا البرنامج نثبته على الأجهزة التي تريد عرض نتيجة الاختبار ومجرد أن تتصل مع الشبكة أكيد ستتصل مع الشبكة ومع الإنترنت وستطلب اسم أو رقم أو عنوان يعني في حالتنا في وقتنا الحالي والرابط ستطلب رابط الحاسوب المزود للمعلومات وهذا المتصفح الذي برنامج المثبت لديها سيستطيع أن يقرأ هذه المعلومات ويعرضها لديها فإذا هذه كانت الفكرة بكل بساطة لكن مرة أخرى هناك مشكلة بالموضوع والمشكلة هي التالي هو أن هذا البرنامج على أي أساس سيقرأ هذه المعلومات على أي أساس على أي صيغة على أي نظاء على أي ترتيب على أي تنظيم سيقرأ هذه البيانات على أي فورمات سيقرأ هذه البيانات فكان لابد من إيجاد طريقة لأن الحواسيب لا تفهم لغتنا هي تفهم فورمات معين تفهم صيغة معينة هكذا هي الطريقة التي تعمل بها الحواسيب فإذا رجعنا للأساسيات فكلنا نعرف أنها هي 0 و 1 فقط 1 و 0 لا تفهم أكثر من ذلك لكن نحن قمنا ببرمجتها بطريقة معينة حتى تعرض لنا الصور تعرض لنا البرامج المختلفة فإذا هذا موضوع هامشي فبالتالي مرة أخرى عندما نحن نريد أن ننشأ برنامج أو نفكر ببرنامج فعلينا أن نفكر على أي صيغة سنسير كيف سيفهم البرنامج هذه الديتا هذه البيانات هذا شيء يجب أن يكون في الاعتبار فمرة أخرى نعود لقصتنا أن كانت هذه المشكلة أن كيف يمكن أن تقرأ مثلا أنقر على الرابط الفلاني ماذا يعني أنقر على الرابط الفلاني هذه الكلمة بالنسبة لنا مرة أخرى سهلة جدا ومفهومة وأي طفل يفهمها لكن في ذلك الوقت أنقر على الرابط الفلاني كان موضوع كبير يعني ماذا يعني أنقر على الرابط الفلاني لكن بالشرح بالتوضيح ماذا يعني أنقر على الرابط الفلاني يعني لدينا صفحتين صفحة 1 و صفحة 2 أنا أريد أن أرسل الشخص الزائر لهذه الصفحة أريد أن أرسله لصفحة أخرى وأعطيه رابط الصفحة الأخرى فهذا يعني أنقر على الرابط هذا يعني أنقر على الرابط يعني اذهب لصفحة أخرى اذهب لبيانات أخرى جيد فهذا معناها فهذا العالم في أول التسعينات قام بإنتاج متصفح جدا بسيط جدا أساسي وهذا المتصفح ماذا يفعل المتصفح يقوم بفهم بعض الأشياء ليس يكون شيء مثلا مثلا يستطيع فهم الروابط أن أنقر على الرابط الفلاني يستطيع فهم مثلا هذا عنوان مثلا هذه ترويسة يستطيع فهم هذه فقرة هذه الأمور وبهذا الشكل قام بإنتاج فورمات متكامل لهذا الموضوع واسم هذا الفورمات الذي أنتم تسمعون به الذي هو فإذن الاتج تامل ما هو هو بكل بساطة ذلك الفورمات الذي اكتشفه العالم في أوائل التسعينات الذي من خلاله يمكن للمتصفح أن يفهم الديتا الموجودة على الحاسوب المزود للمعلومات ويمكنه أن يعرضها بطريقة جميلة على الحواسيب الأشخاص الزائري للموقع أو للرابط أو لا إلى لتلك الصفحة طبعا الشيء الجانبي الذي أردت أنا أخرت أنا أتكلم عنه الشيء الجانبي هو موضوع أن ذلك الحاسوب المزود للمعلومات هو فعليا هذا هو فأنا لم أستخدم كلمة سيربر حتى لا يعني لأنه أحيانا نحن نسمع الكلمات ويكون لدينا تصور لها لكن ليس هو التصور الحقيقي فعليا الذي يعبر عنها فالتالي أنا لم أستخدم كلمة سيربر في أول الحديث استخدمت كلمة الحاسوب مزود للمعلومات فهنا تأتي كلمة جديدة أو مصطلح جديد لكم الذي هو أن لدينا سيربر لدينا سيربر سيربر كلاينت الحاسوب الخادم الحاسوب العميل أو الكلاينت العميل الكلاينت سيربر الخادم وهذه الكلمات مرة أخرى كلمات تبدو صعبة مبدئيا على الفهم لكن ما هي فكرتها وهذا الشيء الذي أريده منكم أن تفهموا المعنى وليس الكلمة لا أريد أن نكرر كلمات مجرد تلقيل يجب أن نفهم يكون لديك تخيل عقلي ماذا يعني خادم أو ماذا يعني سيربر ليس مجرد كلمة تكررها نفس الموضوع بالنسبة الكلاين والعميل كلمة العميل فالتصور الآن الذي يجب أن يكون لديك حول هذا الموضوع الحاسوب الخادم أو السيربر هو الذي يزود المعلومات الذي يمكن للحواسيب الأخرى أن تتصل معه وتقرأ ماذا يوجد بداخله الآن حاسوبي الآن أسجل الآن هذا صوتي الآن وأسجل هذا الفيديو أو هذا الحديث هذا حاسوبي لا يمكنك أنت أن تتصل به تعالي هو ليس حاسوب سيربر ليس خادم لأني لا أزود معلومات أنا لا أزود معلومات للحواسيب الأخرى للحاسوبك لا أزود معلومات لكن مجرد إذا فتحت حاسوبي أنا على الشبكة وأصبحت أزود معلومات على الشبكة معينة من حاسوبي مثلا هناك ملف في حاسوبي اسمه مثلا أهلا بالعالم على سبيل المثال فأنا الآن أريد أن أجعل الناس تتصل مع حاسوبي وتقرأ هذا الملف فإذا الآن أنا أصبحت حاسوبي أصبح حاسوبي تحول لخادم أصبح سيربر أصبح مزود للمعلومات أما الحاسوب الأخرى التي تأخذ هذه المعلومات تستفيد من هذه المعلومات طارد المعلومات الموجودة على حاسوبي اسمها اسمها عميل ولذلك المتصفح نفسه اسمه وماذا يعني وكيل المستخدم وكيل العميل ماذا يعني وكيل العميل العميل أو الزبون أو ربما نفكر فيها هو الحاسوب نفسه مجرد أنك تريد أن تدخل الشبكة وترى ماذا يوجد على الحاسوب الأخرى المرتبطة مع الشبكة التي تزود المعلومات فأنت ستستخدم البراؤزر أو المتصفح الذي هو وكيل لك الذي هو يقوم بأعمالك يعني وتاني البراؤزر اسمه وكيل ايجنت اي كلينت ايجنت عمفون فهذا موضوع مصطلح يجب أن تعرفه فأحببت أن أخبرك عنك أما بخصوص الموضوع الأساسي بهذه القصة ما ما هي القصة أو ما الذي الشيء الذي تعلمناه من هذه القصة أن بالأساس لم يكن لدينا متصفح تم إنشاء متصفح لماذا لقراءة المعلومات من حواسيب أخرى لكن هذه من الحواسيب الخوادم أو الحاسوب الخادم أو السيرفرز الموجودة على الشبكة التي تريد أن تزودنا فعليا بالمعلومات الصيغة التي يقرأ البراوزر منها هذه المعلومات الصيغة الفورمات الذي يعتمده هو الـ بالمقابل السيرفر المزود المعلومات يجب أيضا أن يقدم يجب أن يقدم نفس الصيغة والتالي مثلا كيف كيف يحدث هذا مثلا الشخص الحاسوب الخادم يريد أن يزود يقول أن هذا هو عنوان المستند الذي أريدك أن تطلع عليه فسيكتبه بطريقة يقول مبدئيا سنقول ترويسة مستند عن التجربة الأخيرة هذا هو العنوان ترويسة أو العنوان مستند عن التجربة الأخيرة المتصفح سيقرأ هذا سيفهم العنوان نعم هذا عنوان فيجب أن نعرضه مثلا بخط كبير يجب أن نعرضه بخط عريض حتى يراه الشخص جيد هذا هو الأساس لهذا الموضوع هي الصيغة هذه الصيغة التي يرسلها الخادم ويستقبلها لكلاينت هذه الصيغة متماثلة وهي صيغة التي أنت تتعلمها كأول تقنية من تطوير الويب أول تقنية هي هي كيف يمكنك كخادم أو كمنشأ موقع أقصد كخادم يعني كمزود للمعلومات على الخادم على السيربر أو كمطور موقع مطور موقع بمعنى آخر مطور صفحة على الإنترنت تريد أن تشاركها مع الآخرين هذا هو معناها ليس معناها شيء يعني أحيانا نحن نكبر المعاني وننسى معناها يعني نعطي كلمات رنانة وننسى المعنى الأساسي لهذا فذا المطور موقع يعني مطور صفحة يريد أن يشارك معلوماتها مع الآخرين هذا هو الأساس ولذلك العالم في أوائل التسعينات قام به هذا الاكتشاف لهذا الموضوع لهذا السبب هذه كانت القصة ليس لموضوع آخر فذا الآن نكمل الحديث فالآن لصيغة ال-HTML كيف تكون هذه الصيغة يعني جيد أنت قلت هناك صيغة بمعنى آخر هناك شكل معين للبيانات تم تقديمها من الخادم والمتصفح أو الزبون يفهمها أو يفهمها فسيقوم بعرضها بطريقة معينة فما هذه الصيغة نعم ممتاز أنت عندما تكتب ملف Word مثلا أو ملف مستند ملف نصي أنت ستقوم بفتح ملف برنامج ال-Word أو معالجة النصوص وتقوم بكتابة في الأعلى تقرير عن المواد الكيميائية لكن عندما تكتب هذا العنوان أنت فعليا لن تكتبه كما هو ستضع تقول أن هذا هو العنوان فستحدده بالمعالجة النصوص أن هذا هو العنوان أو تحدد أن هذا هو ال-H1 أو heading 1 أو ترويسة واحد يعني بالعربي اسمها ترويسة واحد بالإنجليز إذا كنت إذا كنت تستخدم النسخة الإنجليزية heading 1 أو ربما تجد مكتوب H1 heading 1 لأن ال-heading تبدأ بحرف H وهي الترويسة الأولى فيكون اسمها H1 لاحظوا اسمها H1 يعني heading 1 فستقوم بتحديد العنوان ووضح H1 وبالتالي سيتم عرض العنوان بطريقة كبيرة سيكون كبير وبخط عرض فإذا ممتاز نفس القصة بالنسبة لل-HTML بالنسبة لل-HTML أنا أريد مرة أخرى أن أشارك الأساس أساس ال-HTML أريد أن أشارك نتائج التجارب العلمية التي قمت بها لست أنا لكن العالم الذي اكتشف هذا الموضوع أو اخترع هذا الموضوع يريد أن أشارك نتائج العلمية التي وصل إليها فقال سأنشئ أنا format صيغة ال-HTML سأضع ترويسة النتائج الاختبار الذي وصلت إليها أو التجربة التي وصلت إليها سأضع النتائج العنوان سأضعه H1 أو heading heading فكيف أفكر بهذا الموضوع قال سأحيط العنوان العنوان سأحيطه ب-H1 يعني أكتب H1 ثم العنوان ثم حرف H1 وبالتالي عندما يأتي المتصفح ليقرأ هذه البيانات سيرى أن هذه البيانات محاطة ب-H1 هذا يرى أن بدأ ال-H1 من هنا وانتهى ال-H1 من هنا فهذا كله عبارة عن عنوان وسيأخذ هذا العنوان وماذا سيفعل به سيعرضه بخط عريض أو بخط كبير فإذاً هذا هي الشيء الذي فكر به هذا العالم في بداية التسعينات طبعاً فعلياً هذا هو الذي حصل وقام بإنشاء أمور معينة يعني دعنا نقول تنسيقات معينة للنص تنسيقات معينة للنص بلعكن بصيغة H2 ماذا يعني تنسيقات معينة للنص مثلاً الخط العريض الخط الماء الخط الجملة التي تحتها خط الترويسات ترويسة 1 2 3 4 5 6 فإذا كان هناك 6 ترويسات مثلاً اذهب للرابط الفلاني فقام بإنشاء شيء معين من خلاله إذا أحاط هذه الكلمة بشيء معين سيتم تحويلها لرابط قابل للنقر فقام بإيجاد الHTML وأنشأ الHTML بنسختها الأولى التي تطورت كثيراً عبر السنين وحالياً لدينا HTML 5 فإذا نسخة HTML 5 هي الحالية وربما تسأل ما هو الفرق 5 عن الباقي أو ما سبق أو عن اختراع ذلك العالم الفرق وبكل بساطة هو الإمكانيات التي يمكن التي يمكن لهذه الصيغة أن تدعمها فأعتقد أن بداية عندما قام العالم بإيجاد صيغة الHTML الأساسية هو لم يكن مثلاً هناك طريقة لإضافة مثلاً نموذج اتصال أو تواصل معنا تجدونها في المواقع نموذج تواصل معنا من خلاله يمكن أن تدخل إيميلك أو رقمك ورسالتك فهذا اسمه نموذج أو اسمه فورم فالنسخة الأولى أعتقد لم يكن هناك طريقة لإيجاد فورم يمكن للأشخاص أن يقوموا بإدخال المعلومات به ومثل نموذج التواصل أو نموذج التعليق مثلاً اكتب تعليقك لكن بالنسخ الجديدة من الHTML وخمسة وما قبلها أيضاً فورم فكان هناك دعم للفورمس أو النماذج فكان هناك إمكانية عرض بيانات أكثر من المرة الأولى وهذه هي طبيعة الأمور أن الأمور تتطور فعلياً الأمور تتحدث فعلياً وهذا التحديد يكون تدريجي ولا يكون مباعي ولا يكون فجأة يعني أجمل شيء في العالم لا يمكن أن يكون يعني تم إنتاجه بدقيقة أو بثانية أو بشهر أو بشهرين لا كان هناك تطوير تدريجي هذه العقلية التي أنت مثلاً أنت تسمعني الآن تريد أن تعرف أكثر عن موضوع تطوير الويب وهذه الأمور وهذه التقنيات فأول فكرة يجب أن تضعها بعقلك أن التطوير تدريجي أن تحسن تدريجي إنتاج مثل هذه التقنيات للتعلم هاليوم كانت تدريجي سواء الناس قبلت هذا الموضوع سواء رفضت هذا الموضوع سواء طلبت منك أن تفهم كل شيء بثانية سواء لم تثق بفكرة الموضوع التدريجي هذا شأنهم لكن هذه الحقيقة أنا أخبرك بالحقيقة بالشيء الفعلي التغييرات التي تحدث في العالم هي تغييرات تدريجية التغييرات التي تحدث في العالم التقني هي تغييرات تدريجية حتى لو أنها بدأت أنها جاءت فجأة وليم تكون تدريجية لكن فعليا كانت تدريجية فاذهب وقرأ أكثر عن تاريخ الـ HTML وكيف تطور بشكل تدريجي فبداية بدأ بفكرة أنا نريد أن نشارك البيانات أو ملفات التجارب العلمية مع العلماء الآخرين هكذا بدأت لكن مع الوقت تطورت أكثر وأصبح هناك استخدام أكثر الـ HTML الآن ننتج متاجر الكترونية باستخدام HTML الآن ننتج مواقع تعليمية باستخدام HTML طبعا HTML هي حجر الأساس هي حجر الأساس التي لا يمكن فعليا أن نستغني عنه لا يمكن الآن أن تقول لي أنا لا أريد استخدام HTML أريد استخدام مثلا XYZ لا يمكن هي الأساس فبداية حتى تقوم بمشاركة ملف على الإنترنت يجب أن يكون بصيغة HTML فنلاحظوا هذا الشيء تم اكتشافه في أولى التسعينات 91 91 يعني قبل أن يعني ليس وقت يعني تقريبا 30 عام 32 عام ففقط 32 عام تم اكتشاف الـ HTML أو تم اختراع الـ HTML وتم وضع الـ HTML وحاليا نحن نستخدمه نفسه مع تغييرات فإذا 32 عام من التغييرات التدريجية بخصوص موضوع الـ HTML حتى وصلنا لهذه النقطة ولا بديل عنه لم يتغير لا يوجد طريقة أخرى لإنتاج مستند تشاركه على الإنترنت وتشاركه مع مع الحواسيب الأخرى مع الكلاينت لا يمكن هو الأساس هو حجر الأساس وبالتالي عندما يقول لك إذا أردت أن تطور الواب عليك أن تعلم أن يتجتمل لهذا السبب لأنه هو الأساس لأن تعلم إنشاء مستند على الإنترنت هذا المستند أنا أقول كلمة مستند الآن يقومون بتجميل الكلمة يقولون هذا موقع الكتروني لأنه أصبح بداية كان مجرد مستند عن تجربة علمية لكن الآن أصبح أصبح موقع من عدة صفحات يعني أصبح شيء من عدة مستندات أصبح شيء معقد أكثر وللتالي يقولون عنه موقع الكتروني يعني فيه أكثر من صفحة فيه أكثر من مستند ولكن كل مستند من هذا وكل صفحة من صفحات الموقع هي عبارة عن HTML هي عبارة أساسها HTML يوجد لديها ترويسة معينة يوجد لديها فقرة معينة ناص معين معلومات يوجد فيها صورة يوجد فيها حالياً بـ HTML5 يمكن أن أضع فيديو فجيد فإذاً هذه هي قصة HTML التي أحببت أن أخبرك عنها ولماذا هي مهمة في تعلم تطوير الويب أريد فعلياً أن أنتهي من هذا ونكمل لاحقاً بالقسم الثاني من هذا الحديث الذي ستحدث فيه حول التقنيات الأخرى في تطوير الويب فسيكون اسم هذا أو الصوت يكون اسمه أساسيات تطوير الويب واحد فإذاً تابعوا أساسيات تطوير الويب 2 لاحقاً أتمنى أنكم استفدتم من حديث اليوم ونلتقي لاحقاً مع السلامة